كان بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام يعانون من الذل والاستعباد وكان فرعون يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم وده يرجع لأن أول مجيء لبني إسرائيل لمصر كان في زمن الهكسوس في عهد الأسرة الخمستاشر وأول من أتى من بني إسرائيل كان سيدنا يوسف عليه السلام واللي وصل فيها سيدنا يوسف لمنزلة عالية ومكانة رفيعة فكان قائما على خزائن الأرض ثم أتى إلى مصر سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا إسرائيل وأتى معه بني إسرائيل وكانوا في رغض من العيش حتى جاء أحمس في الأسرة الثمنتاشر واستطاع أن يطرد الفكسوس خارج مصر أمر الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله برفق ولين ويأمره بإخراج بني إسرائيل من مصر لم يكن هذا بالأمر الهين فأمد الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام بتسع آيات بينات العصى واليد والطوفان والجراد والكمل والضفوة والفاضع والدم والسنين ونقص من الثمرات أما العصى فكان موسى عليه السلام إذا ألقاه على الأرض تحولت إلى ثوبان مبين وكان إذا أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه تخرج بيضاء كالثلج من غير سوء ظن فرعون أن موسى ساحرا فأمر بجمع الصحراء المهر من أرجاء مصر وفي يوم الزين اجتمع الخلق وألقى الصحراء ما بأيديهم وألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا بعصى موسى عليه السلام تتحول إلى ثوبان مبين وتبتلع كل ما ألقاه الصحرة ويا للعجب يتحول الصحرة من كمة الكفر لكمة الإيمان ويزجد لرب موسى عليه السلام ذهب موسى عليه السلام مع أخي هارون عليه السلام إلى فرعون وأمره أن يخرج بني إسرائيل من مصر ولكنه رفض فكانت طوفان فاض ماء النيل وأغرق بيوت المصريين والأراضي الزراعية والمحاصيل ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة من الماء فقالوا لموسى عليه السلام أدعو لنا ربك يكشف عنا الطوفان فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدع الله فاستجاب الله لموسى وفي تلك السنة أنبت الله لهم نباتا عظيما فلم يؤمنوا ولم يدعوا بني إسرائيل يخرجوا من مصر فبعث الله عز وجل عليهم الجراد فأكل الزرع والثمار وورق الشجر وصقف البيوت وأبواب البيوت والثياب والمتاع فقالوا لموسى عليه السلام يا موسى ادعو لنا ربك يكشف عنا هذا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل خارج مصر ففعل فاستجاب الله عز وجل ولم يوفوا بعهدهم للمرة الثانية فأرسل الله عليهم الكمل والكمل هو السوس وانتشر الكمل في الأشجار والثمار والنباتات حتى الطعام امتلأ بالكمل ولم يسلم من الكمل لا الحيوان ولا الإنسان فكان يعد الجلد ومنعهم النوم والقرار فصرخوا يا موسى نتوب ادعو لنا ربك يرفع عنا الكمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل خارج مصر ففعل ثم نكثوا العهد وقالوا على موسى أنه ساحر فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت بيوتهم وأثنيتهم وطعامهم وآنيتهم وإذا جاءوا للنوم تأتي الضفادع فوقهم ركاما فلا يستطيعون أن ينقلبوا فقالوا لموسى عليه السلام هذه المرة نتوب ولا نعود فدع الله موسى واستجاب له ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عز وجل الدم سال الدم في النيل وفي كل المياه في الآبار والأنهار حتى مياه الشرب تحولت إلى دم وكيف يعيش الإنسان بلا ماء لا ماء للشرب ولا للطبخ فذهبوا إلى موسى عليه السلام يبكون بشدة وقالوا له ادعوا لنا ربك يكشف عنا الدم ففعل موسى ونقضوا العهود مرة أخرى وقالوا أن موسى ساحرا فأرسل الله عليهم السنين بالجدب والقحت ونقص من الثمرات فكانت الشجرة تطرح ثمرة واحدة وكانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة فهذا الجيل الذي خرج مع موسى عليه السلام من مصر شاهد من المعجزات الكثير فشق الله لهم البحر بضربة من عصى موسى ومروا في البحر وهم ينظرون ثم أنجاهم من فرعون وأغرق فرعون وجنوده فهل شكر بني إسرائيل هذه النعم العظيمة؟ لا بمجرد أن خرج موسى عليه السلام لميقات ربه ليأتي بالطورة نورا وهدايا لبني إسرائيل عبد العجل وأي ظلم أعظم من عبادة مخلوق لا يستحق أن يعبد فبني إسرائيل ويهود المدينة ظالمون متجاوزون للحدود ليس لهم أي عذر ورغم أن من قام بعبادة العجل هم السلف إلا أن الخطاب موجه أيضا ليهود المدينة لما صاروا على نهجهم ومن واليهود ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل أيها الرسول بني إسرائيل المعاندين لك كم أعطيناهم من آيات بينات واضحات تهديهم إلى الحق فكفروا بها كلها وأعرضوا عنها ولم يكن ذلك إلا جهودا للحق وحسدا وإيثارا للهوى على الهدى ومن أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكر الله وكفر بها إذ محلت عنه وذهبت وتبدلت إلى ضدها وهذا خطاب خاص لبني إسرائيل وعام لنا جميعا أتذكرون قوم سبأ كانت بلدتهم طيبة هواؤها نقي آمنة واسعة الرزق فأعرضوا فماذا حدث لهم أرسل الله عليهم سيل العرم وبدل حالهم وشتتهم في البلاد وماذا حل بأصحاب الجنة لما منعوا حق الله عن الفقراء والمحتاجين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وتبدل حالهم وتأمل معي في حالنا كم من نعمة عظيمة أنعم الله علينا بها فلم نشكرها ولم نؤدي حقها فماذا ننتظر ومن أراد أن يعصي الله فلا يعصيه بنعمة أنعم الله عليه بها ولا يعصيه في ملكه فإن الله شديد العقاب يعاقب بالأليم في الدنيا والآخرة نسأل الله العظيم أن يحفظ لنا النعم وأن يزيدها وأن لا يبدلها إلى ضدها وأيويننا على شكر النعم جزاكم الله خيرا سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ